أصداء العملية الفلسطينية قرب مستوطنة أرييل في الضفة الغربية المحتلة لا تزال تتردد بقوة في إسرائيل ولسيما في ظل أداء جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا موجودين في ساحة العملية الذي وصف بالفاشل ما حصل يعطي صورة غير ناجحة نتيجة التحقيق في ظروف العملية أظهرت أداء غير ناجح للقوة التي كانت على الأرض حيث لم يرد الجندي الذي كان واقفا بجانب صديقه الذي أصيب بإطلاق النار وكذلك فأن طريقة التبليغ عن العملية لم تجري كما يجب إلى جانب السعي الإسرائيلي إلى الحد من تبعات العملية يتزايد القلق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من محاكاة هذا النوع من العملية ولسيما في ظل التمجيد الذي يحظى به منفذوها على شبكات التواصل الاجتماعي منفذ عملية سلفيت ينضم إلى أربعة من أسلافه نفذ عملية في نابلوس وبركان وعفرة وقفعات أساب وبغض النظر عن الخطر المتعلق بمسلح يتجول في المنطقة فإن كل يوم يمر يمح وقتا للفلسطينيين لتمجيد اسمه وهنا الخطر الكبير حيث شبكات التواصل الاجتماعي التي تعج بتمجيد المنفذين ويتابعها عشرات الآلاف وقد تمثل إلهاما لهم لتنفيذ عمليات مماثلة الخوف الأكبر في المؤسسة الأمنية هو من أن يحاول شبان فلسطينيون محاكاة وتنفيذ عمليات كهذه عملية سلفيت عكست دعما متناميا للعمل المقاومي وسط الفلسطينيين في الضفة الغربية وانتجت واقعا ضاغطا على جنود الجيش الإسرائيلي الوضع الآن هو دعم العمليات حتى أن هناك كلاما في فتح عن العودة إلى الكفاح المسلح كل هذا أنتج وضعا مختلفا وجوا آخر الفلسطينيون لا يتصرفون كما تريد منهم إسرائيل التصرف مراقبون أشاروا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيحقق جيدا لمعرفة كيف انتهت عملية من هذا النوع إلى نتائج مؤلمة وقاسية جدا حتى على الصعيد العملاني كما توقعوا مواجهة مزيد من هذه العمليات